موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في فقرتكم ضيف المساء عبر قناتي انفاند كاتخ يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله في اشغال القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز والقمة الثالثة لمجموعتها السابعة والسبعين زائد الصين المنعقدتان بالعاصمة الاوغندية كامبلة على التوالي يومي التاسع عشر والعشرين من يناير الجاري وما بين الواحد والعشرين والثالث والعشرين من الشهر ذاته وتعد مشاهدين الكرام هاتاني القمتان في سياق وتعقد في سياق جيوسياسي عالمي متقلب وسيكون موضوعهما تعميق التعاون من أجل ثروة عالمية متقاصمة وعدم ترك أي أحد خلف الركب قصد الوقوف عند هذا الموضوع المهم نسعد باستضافة الأستاذ سعيد بركنان الإعلامي والباحث في العلوم السياسية أستاذ سعيد مرحبا بك شكرا كيف تعلقون في البداية أستاذ سعيد فيما يخص هذا التمثيل من وزير الخارجية سيد ناصر بوريطا لجلالة الملك في هذه القمة المهمة جدا قبل أن ندخل في تفاصيلها هو بطبيعة الحال قمة مهمة ولذلك أود أن نسجل نقطتين أساسيتين حتى نتأكد من أهمية هذه القمة ومن أهمية حضور المغرب فيهما في شخص وزير الخارجية الذي يمثل بطبيعة الحال صاحب الجلالة النقطة الأولى وهي أنه هذه القمة هي قمة حركة عدم الحياز تعتبر من حيث العدد الدول التي تنتمي لهذه الحركة تاني أكبر منظمة بعد منظمة 120 دولة نعم نتحدث عن 120 دولة من مجموع دول العالم بما يرتبط معها من حجم التدول الاقتصادي يعني بالنسبة لهذه الدول في حجم الاقتصاد متدول في العالم إذن هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لابد أن نستحضر علاقة المغرب مع هذه الحركة وتاريخ وجود المغرب كمؤسس وكفاعل وكعضو فاعل في هذه الحركة نتحدث عن ما يزيد عن 63 سنة يعني حيي الزمني ومسافة زمنية طويلة جدا منذ أول حضور سنة 1900 في بداية ستينيات من القرن الماضي تقريبا في بيلغراد 1961 إذن نتحدث عن مسافة زمنية هذه النقطة الثانية لذلك لنؤكد أنه المغرب يحضر في قمة مهمة كعضو مؤسس وعضو فاعل في سياسة عدم الانحياز التي تصدر عن هذه الحركة إذن عندما نتحدث عن هذه النقطتين نرى بأن المغرب منذ بدايته في علاقته مع حركة عدم الانحياز حاول أن لا يكون فقط حضوريا من ناحية العضوية وإنما عضو فاعل ومؤثر وصاغ من خلالها سياسة التي يتبنىها في مجموعة من مواقفه الدولية فبالنسبة للمغرب منذ بداية الستينيات من القرن الماضي عدم الانحياز أو الحياد لا يمكن أن يساوي الانعزال أو لمبالاة القضايا الدولية نعم تفضلوا سي نعم وإنما هو بالنسبة له سلوك يعني يأخذه من أجل يعني قضايا عادلة وفي حل النزاعات الدولية نعم في أي سياق يأتي تنظيم يعني هذه القمة أو عقد هذه القمة كما جاء في تقديمنا هي تعقد في يعني أجواء ربما جيوسياسية متقلبة هو بطبيعة الحال عندما نتحدث يعني عن الدرف السياسي الآن أو الدرف السياسي العالمي والدرف الاقتصادي العالمي كذلك لا يمكن إلا أن نخلص بأن هذه القمة تعقد في يمكن ما يمكن أن نسميه قلق جيوسياسي بمعنى أن هذا القلق الجيوسياسي لا بد أن يرخي بدلاله على هذه القمة وبالتالي لأنه لا يمكن أن نتحدث عن قمة تشمل على ما يزيد 120 دولة ولا يمكن وتعقد في هذا القلق الجيوسياسي ولا يمكن أن تناقش هذه القضايا التي تحدد منها مواقف معينة لأنه لن ننسى بأن قضايا الشرق الأوسط الآن يعني الشرق الأوسط مشتعل قبل ذلك وليومنا هذا يعني روسيا وأوكرانيا والوضع في آسيا مشتعل في مجموعة من المناطق هذا بالإضافة إلى أن هناك تكتلات اقتصادية أنشئت مؤخرا يعني هنا وهناك في العالم إذن هذا القلق الجيوسياسي أظن بأنه هو الوضع وهو الكنف الذي تعقد فيه هذه القمة ولم يسبق لهذه القمة أن عقدت في مثل هذا الجو الذي يطبعه نوع من التوتر نوع من القلق نوع من البحث عن حل النزاعات بطريقة سلمية وبطريقة تدامنية وبطريقة ديمقراطية وبطريقة حيادية أكثر من هذه الفترة التي نعيشها الآن بناء على ما تفضلت وذكرته أستاذ سعيد ما هي ربما أبرز الملفات يعني في طليعة التي ستناقش على طاولة هذه القمة في رأيكم هو الآن لا يمكن أن يتحدث أي مؤتمر أو أي قمة في العالم إلا على ما يقع في الشرق الأوسط يعني عن ما يقع في الحرب في غزة وبطبيعة الحال لأنه حتى عندما نرى نحن بأن الحرب التي امتدت من شهور الآن في غزة أربعة أشهر أكترت حتى على مواقع استراتيجية معينة بما فيها مثلا اليمن الآن ومرات مائية مهمة في التجارة العالمية يعني أنه ما يقع الآن في الغزة أكتر حتى على التجارة الدولية وأكتر حتى على مجموعة من العلاقات بين الدول في المنطقة فلا يمكن الآن أن نتحدث عن أهم ملف إلا وملف هو الشرق الأوسط وكذلك هناك كذلك لا ننسى بأن الحرب الأوكرانية والروسي والملف الأوكراني والروسي يعتبر من الملفات التقيلة التي لا بد أن تدرسها على طاولة خصوصا أسمح لي المقاطعة خصوصا سيغة السلام التي ذكرها زيلنسكي بطبيعة الحال هو السلام هي سيغة أخرى لما تسبو إليه مثل هذه القمة وهو يعني صناعة نوع من التضامن نوع من الديمقراطية نوع من تسوية النزاعات بعيدا عن الأسلحة وإنما بالنزول إلى طاولة الحوار إلى غير ذلك فأعتقد بأن الآن قمة عدم انحياز لديها ملفات يعني تقيلة جدا تقيلة وتحتاج إلى قرارات الآن يعني قبل غدا كما كيقول نعم وأنا أشكرك في الختام شكرا جزيلا السادة سعيد بركنان الإعلامي والبحث في العلوم السياسية على كل هذه القراءات الحفوة سيدي شكرا شكرا لكم الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على المتابعة والمشاهدة ولكل زملائي والسلام عليكم